معي من جدة دكتور صدقة الفاضل عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور صدقة هذه الخلافات اليوم التي تطفو إلى السطح هي خلافات ليست بجديدة ولكنها تطفو على السطح من جديد ولأسباب جديدة ماذا تعني خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي لا تزال القوات الشرعية تحاول توصل إلى اتفاق مع الانقلابيين بالتأكيد تعني إضعاف جبهة الانقلابيين المكونين من مجموعة الحوثي وميليشيا المخلوع علي أبدالله صالح في الأساس العلاقة بين الطرفين كانت هي الصراع ولكن للأحداث الأخيرة التي حصلت خاصة في بدءا من سنة 2011 بدأ هذا التحالف المشبوخ بين الطرفين في الأساس كما ذكرت هذا التحالف هدفه الوصول إلى السلطة والاقتلاع على السلطة في اليمن واقتسام هذه السلطة الآن هناك خلاف على هذا الاقتسام رغم أن المعارضة لم تحسن بعد قوات الشرعية اليمنية سهيا يتصرفون بثقة مجموعة الانقلابيين إن كان جماعة المخلوع صالح أو الحوثيين يعني يتقاسمون السلطة وهناك مشاكل هذا يدل على نوعية هؤلاء البشر الذين يعملون لمصالح خاصة ومصالح أجنبية ويسيئون إلى المصلحة العامة لبلادهم ولأمتهم كيف يمكن أن ينعكس هذا الخلاف دكتور صدقة الذي قلنا بأنه ليس بجديد على مجريات الأحداث على الأرض ولصالح القوات الشرعية أعتقد أنه يجب أن ينعكس بالإجابة على الأرض ولصالح قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي الخليزي ويجب أن يستغل هذا الشرخ الذي بدأ ينمو بين الطرفين من جديد للإستعادة الشرعية اليمنية والدخول إلى الصنعة هل ممكن أن يوجه هذا الموضوع أو أن يحاول أحد الطرفين توجيه صفعة للآخر من خلال التقرب أكثر من قوات الشرعية والمضي قدوم أكثر في توقيع اتفاق سياسي؟ لا أتصور لأن القوات الشرعية اليمنية لها شروط وهذه الشروط والمتطلبات تتمشى وتتماهى مع قرار الأمم المتحدة رحمة 2216 الذي ترفضه قوات الانقلابيين ومنهم علي عبدالله الصالح والحسين أيضا فتصور أن هذا سيدخل اليمن في نفق أكثر ظلاما لكن في الوقت الذي سيضيف في جبهة الانقلابيين فقد يدخل اليمن في متاحات جديدة أنا أشكرك جزيلا دكتور صدق الفاضل عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ علوم السياسية على هذه المشاركة من جدة